قنبلة موقوطة هكذا وصفت صحيفة التايمز البريطانية حال 45 ألف طفل تم حرمانهم من حق المواطنة في العراق لا لشيء إنما فقط لأنهم ولدوا في مناطق كان يسيطر عليها تنظيم الدولة فهؤلاء الأطفال يحملون شهادات ميلاد صادرة عن تنظيم الدولة قبل فقدانه السيطرة على المناطق التي كانت خاضعة له إلا أن هذه الوثائق لم تعترف بها السلطات الحكومية مما يعني أن الأطفال قد يحرمون من حقوق كثيرة كالتعليم والرعاية الصحية والعمل ومن إمكانية الحصول على وثائق رسمية مستقبلا وغيرها منسق شؤون مكافحة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي جيل دي كورشوف أشار في تصريح له إلى أن حرمان الأطفال ممن ولدوا في المناطق العراقية التي كانت خاضعة لتنظيم الدولة من حقوقهم قد يدفعهم إلى اتباع سلوكيات عنيفة ومتطرفة وما يثير القلق فعلا أن منظمات حقوقية أفادت في تقارير لها بأن هذا العدد قد يتضاعف في القريب العاجل لأن ما يزيد عن 30 ألف عراقي بينهم عدد كبير من الأطفال عادوا إلى العراق من مخيمات اللاجئين في مناطق سوريا كانت تحت سيطرة تنظيم الدولة مما يعني أن هؤلاء الأطفال هم معرضون أيضا ليكونوا بلا جنسية أو عنوان ناهيك عن 100 ألف شخص وضعتهم الحكومة في بغداد عن القوائم السوداء لأنها تشتبه بأن لهم علاقات مع تنظيم الدولة وبالتالي سيجدون صعوبة في الحصول على هوية شخصية لأولادهم ولم تتوقف معاناة الأطفال عند هذا الحد فهم محرمون من كل شيء ويموتون من جراء البرد والجوع وانعدام الخدمات في مناطقهم بسبب الإهمان الحكومي ولا يخفى على أحد أن الحكومة في بغداد تتعمد حرمان هؤلاء الأطفال من هوياتهم لأسباب طائفية ممنهجة لا علاقة لها بالإدعاءات والمزاعم التي يتبجح بها مسؤولها فجميع هؤلاء الأطفال هم من عائلات سنية ولهذا السبب فقط هم يدفعون كل يوم ثمنا غاليا من طفولتهم وبراءتهم ووجودهم في الحياة